هكذا بدى المشهد في مدينة أوري الأثرية عشرات العائلات العراقية من مختلف المحافظات استثمرت تحسن الطقس وانخفاض درجات الحرارة لزيارة المناطق الأثرية في ذيقارة بعد أن أصبحت وجهة سياحية ودينية للكثيرين عقب زيارة البابا فرانسيس لها في وقت سابق اليوم أحد أيام العطل فاستغلنا هذا اليوم بالذهاب إلى الزكورة لمشاهدة معالم هذه الآثار تمتع بالأجواء منظر هذا الحضارة الرائعة ولازم يعني على الكل اللي يتابع هاي المكان ويأتي وينظر هاي المعالم الحضارية الحلوة شركات سياحية بدأت بتخصيص رحلات أسبوعية من بغداد إلى ذيقارة لزيارة الأهوار والمناطق الأثرية حيث باتت هذه المناطق وجهة مرغوبة سياحيا من قبل المواطنين الراغبين بالتعرف على الآثار التي دخلت التراث العالمي اليوم احنا جاينا هنا كشركة سياحية بالعطلة حتى نوجه اهتمام العراقيين نحو حضارتهم ونحو الاهتمام بالسياحة الداخلية أيضا اللي هي من أهم مقاومات الاقتصاد الوطني لكل دولة أنه يكون هناك سياحة داخلية مفتشية أثار ذيقار أشارت إلى أن مدينة أور الأثرية استقبلت خلال الفترة الماضية أكثر من ستمائة سائح عراقي وأجنبي داعية الحكومة إلى تحصين البنية التحتية في المحافظة لاستقبال المزيد من السياح مستقبلاً لا سيما توفير الفنادق وأماكن الاستراحة للوافدين يعني عداد كبيرة شهدتها محافظة ذيقار بزيارة السواح من خارج العراق ومن داخل العراق من محافظات مختلفة تفاجأنا بأن موسم السياحة في ذيقار أتى هذه السنة مبكراً جداً بأعداد غفيرة لربما تتجاوز ستمائة شخص أسبوعياً أوجه دعوة إلى جميع المستثمرين والرجال الأعمال أن ينقذون الموقف ببناء فنادق أكثر من هذا العدد وتستقبل محافظة ذيقار بشكل دوري العشرات من الباحثين وطلبة الدراسات من مختلف دول العالم فاضلاً عن وجود بعض الباحثات التنقبية العاملة في المحافظة ويقول مختصون في الأثار أن ما تم اكتشافه إلى الآن لم يتجاوز خمسة بالمئة من أثارها وتسعى الحكومتان المحلية والمركزية إلى إحداث تغيير نوعي في مدينة أوري الأثرية من خلال الرصد مبالغ مالية لتأهيل البناء التحتية وتحديث المرافق الخدمية بما يجعلها قبلة دينية وسياحية مرموقة علي العتابي الحراء ذيقار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر